كيف عادت الظاهرة العشائرية والقبلية إلى العراق بعد العام 2003 وترسخت في نسيج المجتمع؟ وما هي خطورة تحلل المجتمع العراقي إلى مكوناته البدائية مثل العشائرية والقبلية؟ وهل فعلاً بارت الظاهرة العشائرية والقبلية تزاحم مركزية الدولة وصارتها البديل عن سلطتها الهشة في العراق؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة القادمة من برنامج طاولة حوار